يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي حاشي حاشي الله يرضى عليك لا ممشا نشي بس نشرب شاي ماشي تكرم تكرم يا أبو قاسم تسلم لي الأمر حلوي ورحمة قاسم الله يسلم عمرك خفلنا ايدك بهالشايات أبو هاشين آPER أهلين بائد وأهلا شاي على بخار إنه شريف الله يسلمك یہ بديات يا أبو أهلين سهلين الله يسلمك أبو قاسم شو رأيك بكاسة الشاي على البخار؟ يا أبو eccentric من أرضية إن شاء الله أهلي بسهلين صحتين هنو ما شريف أبو أحمد؟ إن شاء الله بعشوا هذه الخ Luات بأيات أبو هاشي انت خليلنا يات صاحتين ناية شو شباب ما تكون تشربوا شاي؟ لا شكرا عمو عم نشرب نس كافي شو هالحكي يا حبيبي على هالجين شو هاد انو بس بدي افهم حدا بيترك شاي عالبخار وبيشرب نس كافي ايه ابو فهد شو بدنا ناكل اليوم؟ الله انا فكري نقضيه من قريبه لا لا اخي شو من قريبه لا سيدي من بعيده شو رايك ابو احمد؟ لكان عمي لكان لكان الله محيي الدسم بدنا دسم ايه فعلا سيران بلى دسم ولحمة متل قلته شي اسمه سيران لكان؟ بس الساعة قطعت الوحدة ما عدنا اللحق نساوي شي منلحق حبيبي منلحق بس انتو عتمتو شو بدكن تاكلو وتركو الباقي عليه انا يا سيدي وعلى فرض بدنا نساوي صفيحة ايه منلحق يا ترى ما بنلحق لانو انا جعت ما بقى احسن استنى اكتر من هيك طالما ابني قاسم موجود منلحق نعمل كل شي مو هيك يا قسام انا جاهز يا ابي انتو ما بتعرفو لابني قسام لقاسم يعني لولاب زنبرق زبدية صيني بحياته ما خستك معي بزماني ايه كانت ضيوفه من الجبل هيكي طبوا علي متل اضل مستعجيل وانتو بتعرفوني صاحب واجب وشي سمع وكانت الساعة وقته على ما اسكر بحيطان الدنتين وكان اليوم بقى سيدي يوم جمعة يعني معلومكن نص البلد مسكرة قلتله لقاسم دبرنا دخيلك يا قاسم غير هالكلمتين ما قلتله وفعلا ما خيبني يعني خلال نصاعة وقبل ما يخلصوا الجماعة شرب قهوة كان قاسم فاردلي صفرة من الحيط للحيط يعني بيض لوشي الله يبيض اصله احكي لون علي يوم محلايه يا ابي ايه صحيح يا ابي زكرتني بيوم المحلايه شو قصتها هاي يوم المحلايه ابو قاسم راح اقلكن يا جماعة هذا يا سيدي من عشرين يوم كان في استقبال عند امفتحي عرموشي وراحولك هالنسوان ودقوا بابا نقروا يعني ملقوا حدا مو تاريلك امفتحي عرموشي هرباني من الاستقبال وعاملي حاله مريضه عند اخته بجوبار ايه وشو صار بالاستقبال بعدين مرت ام قاسم ضربت ايده على صدره قارتنوا شرفوا لعندي وفعلا هالنسوين ما كذبوا خبر كفتوا كل اياتهم كفت كفتوا لعنى عالبيت يعني وام قاسم ممجهزة حاله ولسان النسوين ما بيرحم وبلساناتهم مبلطة ارض الجهنم يعني اذا مرت ما قامت بواجبهم منيح ابي انك تكرارها بقى شو بده تعمل المسكينة حاصيت لاصيت بارض هالديار ما عرفت شو بده تعمل ولما شافها قسام الله يرضى عليه بي هالحالة ركضوا قال له ولا همك يا امو انا بتكفل بكل شي وفعلا بكذب خبر اخد هون داية وبريم على الميدان وصى على محلاية وجاب الفواكه والمحلي والضيافات والاحباجات وقال له لأمو اسلم يا امو مالكن علي يمين النسوين شهق شهق لما شافت الضيافات ايه والله قالوا لحالة منيحة اللي ما لقينا امفتحي عرموشة بالبيت لانه لو شائت حالة امفتحي عرموشة ما كانت قدرت تعمل يلي عملته امقازيم يا سيدي الله يسلم لك يا بس بصراحة جعنا من هالحديث معليش معليش كل ما جعتوا بتاكلوا اكتر بتنفتح شهيتكن وبتزداد قابليتكن اصبح خلاص بعتوا خلي يجيب الصفيحة بتطول عمو تنتين ونص بيكون هون مع الصفيحة وسط اللبان قسام قوم يا بي قوم خد المسكليتة واتيسر حاضر يا بي وينك عمو قاسيم تعال اقل لك ابن ما تروح تعا شوف عمو هلأ بس تروح تقطع اللحمة بتوقف على ايديل اللحمة لا تخلي يخبص حط اشكال الوان بد ماياها اللحمة نظيفة هبره لا توصي حريص لا توصيه هو بيعرف شغله منيح لك أخلي ابني فهد يروح معه بيتسلوا بهالمشوار لا لا بلا ما يلبكوا خليك قاعد عمو فهد لا تجي قسام تيسر انت حبيبي حاضر هاتوا عدة هالسلطة لا نشتغل فيها من هون لا يرجع خلينا نكسى بالوقت هلأ عين الله عليه بيكون نط على البسكليت متل النمر وطار فيها موسيقى يا عين صبي يا عين صبي على بعد الحبيب غسنت الخسات؟ ايه بده غسيل لك هاشو بده غسيل بشيخ زرعين قديش داجني هالخسة اشوف هالخيارة انت هاي أتجان ايه والله ما شاء الله كان يا عين صبي شي طيب الله خذ دوء لخيارة طيب الله يسلموا الله يسلمنا دوء لك كم ضلع خسة هاي تنشوف اشلون بتحبوا سلطان هاعمية ولا خشنة لا خشنة حبيبي كفهين بيكفوا دول الخيارات لا انت التالي شو كفو اخي عميل حسابك كل خيارة بلد ورأيتين قديش صارت في الساعة هلا رح دوتل ايه عظيم جدا هلا بيكون قاسم عند ابو العز واكيد ما رح تعجبه لحمة ابو العز ابو العز معيات شواربك بدي لحمة صفيحة تكون على كيفها تكرم عينها اضعي لا يا امو زريفي هدون الظرافهم بيني هدون من بعين ولا بس هاي اعطيك العافي والله يعافي هلا بيكون راحلة عند ابو عزي ابو عبدو ابو عبدو لحمته انضفه احسن اكيد ابو عبدو هلا عم يقطع له اللحمة السلام عليكم كيفك عمي ابو عبدو شلون اللحمات اليوم على كيفها اخباه ايه حط لي من هدول من الباطاطا كي را ونصلص فيها تكرم عينها شابا جايبين السماء معكوت ما حدو جايب سماء يا شباب يا حبيبي عليكم لو هدا يبيجي عصيران بدون سماء شلوبنا نساوي السلطة تبقرها بالا سماء هلا ما عادة تمبلع معو السلطة لصاحبك بدون سماء ياريت إلا لقاسم يجيب معه سماء باعتبار ابنك قسام الله يسلمه فلهوي وحربوه وأدحاله يا ترى بيجيب باله يجيب سماء لحاله عم تتنص خربوا هاشي هلأ بتشوفوا بعينكم شلون يبيصل على الوقت يا بي أنا جعت صبور ابني صبور كل ايات نجعنا أبو قاسم شفلنا على هالرادار وين بيكون صار ابنك قاسم هلأ يا سيدي هلأ بيكون اشترى سطل اللبان ورجع ع الفرن حتى يشقع صفيحات شو صار معنا معلين تقرب عينا فعشد اي بتاكدوك ادي هنا على الوقت ماما بي بلعز انتأخر عليك يالله اخي عجيلي بالصفحة شوي شو صار ابنك قاسم هلأ بيكون ابنك لايكو ايكو خليكو ايكو هلأ بيكون ابني كاسم عم يضيف الفرن ويشغيله عنيم وتفاح لحتى يشهله شوي بشغل على طول ابني قسام عامل إحسابه لكل شي وحاططه بسندوق المسكليتي أشكال ألوان لك أنا أخي لك طعم التم بتستحي العين هلأ بيكون فات بطريق مختصر بين الحارات لأن الطريق العام عجق كتير ابني قاسم بيعرف يستفيد من كل دقيقة من وقته هلأ بيكون عم يزموط بين السيارات مثل الحاردون ابني قاسم كتير شاطر بسوقت المسكليتي من هو ببو صغير كان ينط على المسكليت مثل عفريت على فكرة على فكرة يا أبو أحمد بحياته ما ساق مسكليتي بتقده وليه بتعلم على الدولابين ضغري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا الله يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام على هصفيحاتش في منتظمين شلو بدنا نشرق اللبن إن شاء الله مالك جايب معالي ولا يهمك أكيد هلأ قاسم بيكون جايب معه ومعالي إبلاس ديك ولو مواعب عمو وهي المعالي شوهد شوهد هلأ صار لازم دق على الخشب يا الله يسلم لك يا رجاع النبي الله يخليك وهي شوية سماء للي بيحب يرش سيك لألك شوهد هاي الخريطة بتحفظها بصم فهمت؟ من هون ليوم الجمعة بدك تكون حافظة مثل اسمك فهماش فعما أقلهاك بس يعني خريطة يتشوهد يوم الجمعة الجاي رح أبعتك من السيرة لتقطع لنا لحمة بدي إياك تروح وترجع أسرع من قاسم يعني لازم تحطه بجيتك الصغيرة لقاسم فهمت؟ إيطبخة جيت أدنينها بصيرة قاسم وكأنه الله ما خلق غيره ما بدنا نورجي لها المنفاق أبو قاسم إنك أحسن من ابنه وإنك فل هوي وحربو أكتر منه فهمت؟ خلاص الجمعة الجاي رح أمسح لك يا مسح لقاسم وإذا فيك تروح تتدرب عالطريق المرسوم بالخريطة روح تدرب ها خليك تاخد هوا منيح خلاص يا بيها الجمعة ما رح يشتغل شي رح أضيها تدريب واستعداد نفسي وبدني كتير عال هيك هيك بدي إياك لنشوف يا أبو قاسم ابني ولا ابنك هلا بيكون ابني فهد عم يفاصل اللحام على فكرة ابني فهد كتير شاطر بالمفاصلة هداك النهار دق على بابنا الشب حامل مسجلة كبيرة للبيع قديش طلب فيها يا حذركم قديش يا زيدي طلب فيها 12 ألف ايه وبقدش أخدتها ضل فهد ياخده ويجيبه ياخده ويجيبه ويشده ويعصره لحتى لشف له دمه للزلمة وباع لياها بخمست ألاف إيه لو كان ابني قاسم موجود كان اشتراها بأربعة يا حاشتك با أبو قاسم شو ما حدا بيفهم بها الدنيا غير ابنك قاسم يعني شو خرطوا الخراط وقلب مات هلأ شو بدنا بيها الحكي يا ابو فهد شف لي وين صار فهد هلأ هلأ بيكون عم يساعد الفران برق العجين لحتى يخلصوا بسرعة يخز العين عنه شو شاطر بالرق عم أقلكوا الإيدي مثل النسيم مثل المراوح هلأ بيكون فهد فات من باب البستان صفر بسيكليت جنب الحورة وحمل هالغراض وصطل اللباق وركض لهون هلأ بيكون صار على بقض عشر متار مني يا فهد نعم يا بي ولك وين الغراض يسا ما رحل وليش ما رحل ما قاني يمفتح معي في البسكليتك